ديستيناسيون ميستير. حتى المسك ما حافش يخرج. والكتاب ما فانت شو مني الكتاب. الكتاب ما ناري شو مني نجي. اقعد كاتم الصوت. مم. ويبش تهزنا صافي. عوش نمشي والبلاد وانتي بطبيعة بشتلح. ان شاء الله ان شاء الله. هذي راي عندك اخر فرصة بش حد يطلع لك اه يستلع لك طلال عكلي انو ما كتعرف انا خارج كونجي. والغير مش دي ما يطلع. اه ميسيلش مش مش قلته نشوفه. بلك شي بلك شي كتبعد عليك. انتي كيبعدت عليه ولا تذكي? اي تحية الهجر بوجمع. اكيد تحية الهجر. بالطبيعة. نبدأ اه نحكيو على بلاد تقع في المحيط الهندي. هي عبارة على ارخبيل يتكون من اربع جزر قبلة ساحل شرق افريقيا ثلاثة جزر منها مستقلة تابعة البلاد اللي نحكيو عليها وجزيرة اخرى رابعة تابعة للدولة الفرنسية. عرفتها? الارث الثقافي ينحضر من قارة افريقيا منطقة شرق الاوسط قارة اوروبا نحكيو على اغلب الشعب من المسلمين بنسبة تصل الى ثمانية وتسعين بالمئة من اجمعي عدد السكان. ليل موريس. جزر موريس. اكثر من عشرين انقلاب او موريشيوس. اكثر من عشرين انقلاب او محاولة انقلاب عاشتها الجمهورية منذ استقلالها عن فرنسا عام خمسة وسبعين وحتى العام تسعة وتسعين وسط مساعي مستمرة من جزر الارخبي للواقع في جنوب غربي المحيط الهندي لتعزيز الاستقرار السياسي واستخدام امكاناته السياحية للخروج من الفقرة. بلاد اللي نحكيو عليها اليوم وقعت تحت الاستعمار الفرنسي في اواخر القرن تسعتاش ميلادي اصبحت اصبحت تابعة لحكم الحاكم الاستعماري الفرنسي لمدى غشقر ولم تحصل على الاستقلال الكامل الا في عام خمسة وسبعين وبعد الاستقلال اصبحت الاوضاع سياسية غير مستقرة وقع فيها عشرين انقلاب في المنطقة. جيو للتقس معدل تساقط الامطار السنوية في المناطق الساحلية يبلغ الف مليمتر ويزداد المعدل هذا في المناطق المرتفعة ويمكن انه نصف المناخ فيها خلال اشهر من نوفمبر وحتى افريل على انه مناخ حار مع تساقط مستمر للامطار اما خلال اشهر من ماي حتى اكتوبر فالمناخ يكون جاف وبارد وتتعرض كل عشر سنوات لأعاصير شديدة تتسبب في اضرار خطيرة. الجزيرة الرابعة اللي كنت نحكي لك عليها لهاي الجزيرة التيابعة للحكم الفرنسي لحد الان هي جزيرة مايوت هي اقدم الجزر في الارخبيل وتقع جنوب شرق جزيرة انجوان وهي ما زالت تحت الادارة الفرنسية. جيب هايتي الافريقية. ولا ينارف عليك. كازيتني ملو. ندور بك العالم. عدد السكان وحسب احصائيات عام الفين وعشرين حوالي ثمانمائة وثنين وستين الف وتلاثمائة وتسعة وخمسين نسمة وتحتل بذلك. مقبليك ان ارى نلوش في الاسم عندي الجزيرة اما الاسم غضائع هو الاسم هو الاضاء. تحتل المرتبة مئة وثلاثة وستين من بين دول العالم من حيث عدد السكان. تعد احدى اقل الدول اكتظاظا بالسكان. لكن على الرغم من انخفاض عدد السكان. اللي انه كثافتها السكانية كبيرة. نحكيه على نحو ميتين وخمس وسبعين شخص لكل كيلومتر مربع. وبذلك تعد واحدة من اكثر الدول كثافة سكانية تحتل المرتبة خمس وعشرين عالميا من حيث الكثافة السكانية. ويتركز ثلث السكان الجمهورية في المناطق الحضرية. يعد معظم السكان من اصول افريقية او عربية. ويوجد بعض السكان من اصول ملغشية هندية فرنسية. ولكن معظم السكان فرنسية الاصل غادروا الجزر بعد استقلالها عام الف وتسعمائة وخمس وسبعين. متوسط الاعمار الحالي يبلغ سبع وستين عام للنساء. اثنين وستين عام للرجال. يشكل صغار السن في البلاد هذه. واللي تبلغ اعمارهم اقل من خمستاش عام. نسبة خمسين بالمئة من اجمالي السكانة. اللغة التي يتحدث بها الشعب هي لغة ذات طبع ساحي اللي تأثرت بعناصر من اللغة العربية يطلق عليها اسم الشيكومورو او اللغة الرسمية للدولة اللي تحكي عليها. من اللغات للاخرى المستخدمة اللغة الملغشية واللغة السواحلية ولغة مكوى الافريقية. نظام الحكم نظام ديمقراطي تم اختيار رئيس الدولة باجراء انتخابات كل خمس سنوات تجري الانتخابات بشكل متناوب بين الجزر الرئيسية ثلاثة المستقلة. اما تعيين اول رئيس رسمي للبلاد في انتخابات اجريت عام الفين واثنين فاز فيها الرئيس هذا ليكون اول رئيس للجمهورية واستمر حكمه حتى عام الفين وستة. كما انه الرئيس الحالي للبلاد فاز في انتخابات عام الالفين وستاش مرة اخرى الرئيس هذا كان ادى زيارة الى تونس. اقتصادها يعمل حوالي ثمانين بالمئة من سكان الجمهورية في قطاع الزراعة ويساهم بنحو خمسين بالمئة من اجمالي الناتج المحلي من ابرز المنتجات الزراعية المصدرة هي الفانيليا القرنفل جوز الهند الموز. وبالرغم من النمو الكبير في قطاع الزراعة الا ان الدولة هذه تستورد تقريبا سبعين بالمئة من احتياجاتها الغذائية. نحكيه على التعليم اجباري من سن ست سنوات حتى لستاشن عام. نظام التعليم الرسمي هو باللغة الفرنسية الى جانب وجود مدارس قرآنية. كما تقريبا كل الدول الافريقية تعد لعبة كرة القدم هي الرياضة الاكثر شعبية بحلول عام الفين ونهاية الفين وثلاثة وعشرين. منتخب البلاد هيفي تحصل على افضل مرتبة ليه في التاريخ التصنيف العالمي في المركز مية وتسعتاش. افضل مرتبة في تاريخه تمكنت البلاد من تحقيق انجازات واحراس تقدم مبهر رغم كل العرقي والعقبات. اذا كان نقول لك المدافع شاكر. جزر القمر. نحكيه على البلاد هذية اللي اه تحقت انجاز تاريخي بيوصولها المرة الاولى الى مرحلة بطولة كأس الامم الافريقية. عام الفين واثين وعشرين. في غياب تلاثة حراس. كانت مفاج سارة جدا. بالضبط اننا نحكيه. كما قلت في غياب تلاثة حراس كان المدافع شاكر الهدهور هو اللي كان في حرس تل مرمى. وتمكنت كوني تصمت قدام منتخب الكامرون المنظم للدور. بالضبط لم تترك المجال للمفاج او حسمت موقعة الدور ثم نهائي هدفين مقابل هدف اللي تبقى محفورة في ذاكيرة كرة القدم الافريقية لحقيقة. كانت تل مباراة حافلة بالدلالة الرمزية وينأكدت مدى قدرة جزر القمر على مقارعة عماليقة القارة نحكيه على المنتخب الكاميروني. المنتخب المنظم وقتل الدورة. بالضبط. هي خسرت وقتها ثنين واحد لكن بصمود كبير. خسرت ثنين واحد. اي. اي. ولعبت بجاردين اللي هو جور. اللي هو مدافع. وجيت ورقة حمراء يمكن في الخمسة ولا عشرة تقايق لعب لو لانين. معناه لعبت بعشرة وبليش قول. هو لحقيقة كان ماتش. وخسرت كان ثنين واحد. خسرت كان ثنين واحد وكان المدافع هو في حراسة المربع نحكيه على شاكر الهدور. وقتها لحقيقة كان على مستوى عالمي. كان اكتشاف. كان اكتشاف. بالضبط. حامي عارين جزر القمر. بلاد اللي يمشيولها اليوم هي جزر القمور. عثماني غزالي هو رئيس البلاد اللي كان ادى زيارة الى تونس تقريبا في عام الفين واثينة وعشرين. وعلى فكرة في في اكثر معناها من من منذ خاصة منذ عشرات السنوات. اه كانوا يجيوا لتونس من من جزر القمر. خاصة للتعليم. ايه بطلية. سواء اه خاصة بالاساس تعليم العالي معناها. ايه. يجيوا يقرأوا. يجيوا يقرأوا في الجماعات التونسية. اه وفما فما زاد رابط حتى على مستوى هكا الكابيتال سانباتي مع تونس. اه. في علاقة. يعني عندهم عندهم حبة خاصة لتونس. اه الناس. برشة شعوب لحقيقة. كما الشعب الموريطاني. ايه. تقريبا عندهم حبة خاصة لتونس. ايه. عندهم علاقة علاقة سبيسيال معناها. خاصة جدا. اه. بتونس. اه رحلة جميلة جدا اليوم لجزر القمر. اه. ولي هي كذلك اه الاكتشافات كوني فيها جزء مازال. اه. جزيرة ميوت مازال تحت الادارة الفرنسية. تحت الادارة الفرنسية بالفعل. شكرا لك سافية المحر على كل الرحلات. تحوس بنا تباك الله. شكرا لك انتي لحقيقة باش نقول حاجة. اه. ونحب نقولها لحقيقة. اه. بنعرف اللي انتي معناتها في الرياضة تبارك الله عليك. اما بالحق. من خلال الرحلات. معناتها تعلمك الجغرافية. لأ من خلال الرحلات اللي عملتهم. فما حاجة مهمة جدا. اللي هي انك تحفظ ياسر التواريخ وتحفظ ياسر معناتها المباريات والدقائق والملاعبية تبارك الله عليك. بالحق. معناها. وشكرا على اي تحت الفرصة الفرصة هذي في البرنامج لانو انا بدي نستمتعك نبدأ نحضر. شكرا لك انتي زادة صفية خطر بالحق. عملتنا جو كبير بالرحلات متاحك. حاوست بنا ما خليتش وين ما زيتنا. معناها ما قصرتش معنا الحق. متاع ربي الاربع اسقاع بتاع العالم زيتنا اليوم. انتظار نحاوس بكم بالطيارة. مشكلة. ان شاء الله بسيش. اول ما تشري طيارة هاوك مش عم بنا جولة. نعبي وبرك الكيروزين بزيت. شكرا لك صفية.